الصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا المجلس السابع والستون بعد الميهة من مجالس سنمي الإمام أبي داود رحمه الله تعالى وكنا قد بدأنا الحديث في باب ما يستحبه من تعجيل الفطر يعني أنه بمجرد أن تغرب الشمس يفتر الإنسان ولا يتأخر وقرأنا حديث أنه لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطر أو ما عجل الناس الفطر وقال لأن اليهود والنصارى يؤخرون أو يؤخرون وذكرنا أن هذا فيه العلو والظهور للدين بسبب التطبيق السنة وهذا هو الأصل ومن أسباب بقاء الدين ظاهرا العمل بالسنة ومن أسباب بقاء الدنيا وجود أهل السنة وقال صلى الله عليه وسلم لا يتزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك أي على الظهور أنهم ظاهرون فالدين ظاهر والدنيا تحفظ بأولئك ولولا وجود من يعمل بهذا الدين لفنية هذه الدنيا وظهور الدين عندما يتعلق بعمل مثل هذا العمل يعني التمسك بهذه السنة فكيف لو أن جميع الناس عملوا بالسنة لا شك أن هذا كان من أسباب قوة الإسلام وظهوره وذكر أهل العلم مثل ابن تيمية وغيره أن الإسلام كان قويا واستمر على قوته يهابه أعداؤه ويحاول أعداؤه دائما أن نكاية به لا يستطيعون حتى انتشرت البدعة في بلاد المسلمين فاستأسد المشركون وأهل الكفر والإلحاد على المسلمين وضاعت بلادهم وأخذت ثرواتهم وهكذا ثم عادت إليهم بلادهم لما عادت إليهم السنة وعادت إليهم هيبتهم في مرحلة المعتصم وقبله المأمون وكذا نيل من المسلمين ومن بلاد المسلمين نيلا شديدا وفي عهد المتوكل عاد المسلمون إلى هيبتهم وقوتهم والسر في ذلك وقوع بدعة في المسلمين انتشرت فأسقطت هيبتها من شغل المسلمون في هذه البدعة واضطهد أهل العلم وأهل السنة والحديث وأعليت راية البدعة فضعف المسلمون والحظوا معي هذا الحديث ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الدين ظاهرا يعني عاليا ظاهرا يعني عاليا قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله يعني ليعليه نعم تضر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت على عائشة أنا ومسروق فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه أن هذا هو أتبع للسنة وكان عبد الله بن عمر من أتبع الناس للسنة وهو من أكثر الناس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحهم ولعلكم تلحظون معي إلى فطنة عائشة وحكمتها رضي الله عنه كان يمكن أن تقول أيهما الذي يعجل السحور ويؤخر الفطر وبذلك تسأل عن من ينبغي أن تهمل الكلام عنه لأن في ذكره الحاجة للطعن فيه واضح؟ لأن ستقول هذا مخالف للسنة وفيه ذكره وينبغي أن لا يذكر واضح؟ وليس معنى ذلك أنه ينال من الصحابة ولكن هذا فيه ابقاء على هيبة الصحابة طالما لم يذكر لم يذكر فمن حكمتها رضي الله عنها ومن لطافة عبارتها ومن فطنتها أنها اختارت أن تسأل عن الذي وفق السنة أيهما الذي يؤخر السحور ويعجل الفطر قال عبد الله بن عمر عبد الله بن سعود عبد الله بن سعود نعم قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عبد الله بن سعود ليس عبد الله بن عمر يعني كلام في البداية كان عن عبد الله بن عمر لهو عبد الله بن سعود قال رحمه الله تعالى باب ما يفطر عليه حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عمها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور نعم قبل أن أذكر هذا إذا كان يفهم من الكلام السابق أن عدم ذكر الصحابي وفيه إهمال لذكري لمخالفة السنة إذا كان فيه إساءة للصحابي فأنا تراجع عن ذلك طبعا حتى لا يعني يكون مني إساءة للصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أقصد أن ذكره قد يسيء إليه عندما يذكر ولكن حتى لو ذكر فإنه يعني كما ذكرنا فيما سبق الصحابة رضي الله عنهم قد يخطئون كما يخطئ البشر لكن أخطاءهم مغمورة في بحار حسناتهم وهم معذورون فيما أخطئوا حتى لا أبقي أمرا يعني بقي يعتلج في صدري طيب ثم بعد ذلك ذكر أبو داود رحمه الله تعالى باب فيما يفطر عليه لأن عرفنا متى يتسحر ومتى يفطر طيب على أي شيء يفطر بأي شيء بالطعام بالشراب باللحم بالخضرة بالفاكة بأي شيء فجاء هذا الحديث وهذا الحديث في إسناده إشكال فالرباب هذه الرباب لم يروي عنها غير حفصة بنت سيرين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الرباب لم يروي عنها غير حفصة بنت سيرين فهي مجهولة ولذلك قال فيها ابن حجر مقبولة وبالتالي فهذا الإسناده ضعيف لكن من حيث المعنى يشهد لابتداء بالتمري والماء الحديث الآتي وإن كان في الحديث الآتي تفصيل ليس مذكورا في هذا الحديث فيستشهد لما هو مذكور في الحديث السابق فقط بهذا الحديث نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سليمان أخبرنا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمارات فإن لم تكن حسى حسوات من ماء أو فإن لم تكن تمارات حسى حسوات من ماء طيب هذا الحديث إثناده صحيح كما ترون وجميع طبقاته مصرح فيها بالتحديث كما ترون حدثنا أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سليمان أخبرنا ثابت أنه سمع كله مصرح فيها بالسماع أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي وفي هذا الحديث الزيادة أن ذلك كان في بداية الفطر بداية الفطر يعني أنه مجرد ما غربت الشمس كان لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة المغرب لا يتأخر ويصلي الناس ويرون مواضع نبلهم يعني أنهم كانوا يخرجون في الضوء يعني في أول وقت ففيه إشارة إلى تبكير الطعام وفيه أيضا تصريح بأنه كان قبل الصلاة وهذا يؤيد أن الناس ينبغي أن يصلوا صلاة المغرب في المساجد ولكن يفترون على ماذا على شيء قليل على رطبات الرطبات الرطب تكون قبل أن يصير تمرا وإنما هي الثمرة عندما تنضج عندما تنضج وأما التمر فإنه عندما ييبس يعني عندما ييبس يصير يش تمر وضح فالرطبات الرطب أليا للطعام فهي أنسب للإفطار ابتداء وأما التمر فإنه إما أن يأكله هكذا وإما أن يفعل به كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا أو يفعل له أنه ينقع له ثم يأكله منقوعا بالماء يعني يكون أطرى أيضا والآن في كثير من تمر الآن يعني شبيه بالرطب يعني لين وطري وهذا لا شك أنه جيد لكن على كل حال العمل بالسنة أنه يأكل رطبات قبل أن يصلي فإن لم يجد رطبات أفطر على تمرات إذا لم يجد فإن لم يجد رطبات لأنه الرطب ليست موجودة في كل السنة الرطب فقط عند النضج عند اشتداد الحرب ينزل الرطب يعني في مثل هذه الأيام يوجد رطب لكن في الشتاء ما فيه رطب لين يأتي بالرطب إلا الآن طبعا يجعلونها في الثلاجات وكذا لكن في غير فصل الصيف لا يوجد رطب على النخيل وبالتالي فيوجد أيام وسنوات أفضل وشهور لا يوجد فيها الرطب وبالتالي ماذا يفعل يأكل التمر لكن أيهما يقدم الرطب وهي أفضل وأنفع طيب فإن لم يجد تمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب الماء على مراحل وهذا المقصود بالحسوات وهذا يعني أنه كان يأكل قليلا أو يشرب قليلا يعني إذا أكل لم يكثر حطبات تمرات يعني شيء قليل فإن لم يجد حسى حسوات من ماء يعني أيضا أيش شرب شيئا قليلا نعم طبعا هذا الباب وهناك يبدو نسخة ثانية أنه باب ما يقول إذا أفضل نعم باب ما يقول إذا أفضل طيب نسختان على كل حال فضل باب ما يفتر الذي بعده الآن هو باب ما يقول أو باب القول باب القول عند الإفطار حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى حدثنا علي بن الحسن أخبرنا الحسين بن واقد حدثنا مروان يعني ابن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله نعم هذا الحديث في إسناده مروان بن سالم المقفع على الصحيح والمفقع على الخطأ بعضهم يرويه على المفقع هو خطأ ولكنه صدوق يعني حسن الحديث لأنه أورده بن حبان في الثقات وروع عنه ثقتان فحديثه حسن وأظن أن ابن حجر قال فيه مقبول لكن على كل حال يعني يستحق حسن الحديث لأنه على القاعدة فإسناد الحديث حسن وفيه هذا الدعاء أنه يقول أو أن هذا إخبار يعني إما أن يكون دعاء إخبارا وإما أن يكون دعاءا بمعنى أن أسأل الله تعالى أن يذهب ما بنا من الحسد وأن تبتل به العروق يعني أحيانا يأتي دعاء على وجه الإخبار أو على صورة الإخبار مثل أن يقال مثل قولك لشخص أذهب الله ما بك من كذا من شر أو من كذا يعني إيش يعني أسأل الله أن يفعل ذلك أو ذهب الله بما بك من شر يعني يعني هذا خبر بمعنى الإنشاء أو بمعنى الدعاء فقوله هنا ذهب الضمأ يعني بمعنى أذهب الله الضمأ أو أن يكون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بما حصل وهذا يعني يعني يناسب أن يكون دعاءا لأنه قد لا يدرك الإنسان بمجرد أن يأكل أو أن يشرب أنه قد حصل أن العروق قد ابتلت وأن الضمأ قد ذهب طيب من قال بأنه على وجه الخبر يعني يقول على وجه الشكر يعني يعني أنه كانه يقول الحمد لله على هذا أنه ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر يعني أننا ما ضع علينا الأجر ومع ذلك حصل لنا الفضل من الله سبحانه وتعالى بأنه ذهب الضمأ وابتلت العروق فيكون هذا من باب الشكر والله أعلم نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن حصين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت طيب هذا الحديث فيه علتان ما هما واحد هو بلاغ أصلا يعني إحنا قلنا أكثر من من علة منها من ذلك أنه شيمن مدلس وقد عانعا كذلك معاذ بن زهر لم يروي عنه غير غير حصين لم يروي عن غير حصين فهو مجهول فالإسناد ضعيف رغم إرساله فهو مرسل ضعيف واضح وهو مصرع بأنه بلاغ لأن هذا الذي يعني أرسل هو نفسه هو نفسه مجهول يعني لو أن الحديث أرسلهم من واحد من كبار التابعين ومن أئمة التابعين اختلف العلماء في أمره وكان الصحيح أنه لا يصح حتى نعلم أنه سمعه من صحابه حتى نعلم أن الحديث مروي عن صحابه واضح فكيف عندما يروي الحديث بلاغا رجل يعني من مجهول التابعين فطبعا الحديث ضعيف وبالتالي فلا يخذ به فلا يصح أن يدعو المسلم بهذا الدعاء يعني هذا الدعاء يعد بدعة الذي يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وفي رواية اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا لا يصح يعني كثير من الناس يدعو هذا لا ما تدعو هذا الدعاء نعم قال رحمه الله تعالى باب الفطر قبل غروب الشمس طيب ممكن واحد يقول الحديث لما يكون فيه وهن شديد بينته طيب هنا ما بين سكت علي أبو داود وهنه شديد كيف سكت علي أبو داود لظهور ضعفه لظهور ضعفه واضح الحديث واضح قال هنا أنه بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا يحتاج إلى يحتاج إلى تنبيه هذا واضح إذا قلنا من البداية أن الحديث إذا كان واضح الوهن لا يحتاج إلى بيان وإنما إذا كان وهنه شديدا ومع ذلك يكون خفيا فإن أبو داود حين ذنش ينبه عليه نعم قال رحمه الله تعالى باب الفطر قبل غروب الشمس حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاء المعنى قالا حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس قال أبو أسامة قلت لهشام أمروا بالقضاء قال وبد من ذلك وبد من ذلك وبد من ذلك نعم يعني هل يحتاجون إلى أمر بالقضاء وهذا يعني أنه يميل إلى ماذا إلى وجوب القضاء على ذلك ولكن السنة ثبتت بخلاف هذا الذي يعني قل به هشام وهو أن السنة أنه إذا خفي على الناس الأمر وغلب على ظنهم جانب معين فأخطأوا فإنهم لا يطالبون بالقضاء وضح يعني مثلا إذا إذا جاء وقت الغروب وكان السحاب شديدا وكان السحاب شديدا فماذا نفعل لا يمكن استيقان وقت الغروب بالضبط والسنة أن نبكر في الفطر فإننا نعمل بغلبة الظن نعمل بغلبة الظن أعملنا بغلبة الظن إن كشف السحاب كانت غاربة الحمد لله لكن إذا أعملنا بغلبة الظن وبعد من كشف السحاب بقيت الشمس قليلا ما غربت ماذا نفعل نمسك وليس علينا شيء في ذلك وضح لأننا ما تجانفنا لإثن وإنما عملنا بما أمرنا وهو أن نعمل بغلبة الظن ليس في الحديث أنهم أمروا بذلك عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس لماذا أخبرت بذلك هشام رحمه الله تعالى يرى أنه لا يحتاج إلى بيان القضاء ولكن الواقع والذي تدل عليه نصوص الأخرى وحتى لفظ هذا الحديث مع أدبنا الجم مع هشام رحمه الله تعالى فإننا نقول لا ليس الأمر كذلك بل إن الظاهر أنه لم يؤمر بالصيام لماذا؟ لأنه لو كانوا أمروا بالصيام لا اشتدت الحاجة إلى بيان ذلك الحاجة إلى أن يقضوا أشد من الحاجة إلى أن لا يقضوا فطالما أنهم لم يقضوا ولم يؤمروا بذلك فلماذا تذكر؟ الحاجة لا تشتد بينما لو أنهم أمروا بالقضاء لماذا تذكر القصة ولا تذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني من الذي حملها على أن تدعى ذلك؟ عن أسماء بن تبي بكر قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه مما إذا أقره الوحي كان هو الشرع ليش تذكر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى ذلك أنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قالت ثم طلعت الشمس تهى الحديث إذن فيه إشارة إلى أنهم لم يؤمروا والله أعلم نعم قال رحمه الله تعالى باب في الوصال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى نعم هذا الحديث بإسناد ما هي حاله؟ ذهبي هو فقط ذهبي صح الأسانيد على أطلاق الله البخاري وصح الأسانيد عن ابن عمر على غير البخاري نعم إذن هو أصح الأسانيد على وجه الإطلاق أن أصح أسانيد الدنيا عن النبي عليه السلام هذا عند البخاري أما عند بقية العلماء فيرون أنه أصح ما يرى به حديث ابن عمر أصح الأسانيد إلى ابن عمر لكن هو من أعظم الذهبيات بالإجماع نعم هو من أعلى ما عند أبي داود وهو أعلى ما يقع لأبي داود من جهتين ما هما؟ حسا ومعنى يعني لا يقع لأبي داود أقصر من هذا الإسناد من حيث الحس ولا أفضل من هذا الإسناد من حيث المعنى أقرأ الحديث الأخير قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد أن بكر بن مضر حدثهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فإنك تواصل قال إني لستك هيئتكم إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني نعم قبل أن نذكر الكلام على هذا الحديث بعض من كان ينتقد شيخنا الألباني رحمة الله عليه كان ينتقد أنه يقول في الحديث حديث صحيح رواه البخاري ومسلم أو حديث صحيح رواه البخاري جميل مع أن هذا يعني ما فيه إشكاء فالحديث قد يكون رواه البخاري ولكنه يكون شاذا من حيث المناحية المتنية مثل حديث ابن عباس رواه البخاري هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بيمونه وهو محرم وفي مسلم حديث ضعفها البخاري نفسه مثل حديث خلق الله تربة ضعفه البخاري وضعفه أحمد ويحب معين ولا إما أعظم من الإمام المسلم ضعفوها فكيف ينتقد على الشيخ هذا ويأتي محقق مثل هذا المحقق فيقول في حديث في الحديث السابق الذي فيه محمد عبد الله بن القاعنبي عبد الله بن مسلم القاعنبي يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أصح أسنيد الدنيا والذي لا يحتاج معه أن يذكر البخاري ولا مسلما يعني لو جاز أن يذكر البخاري ومسلم ليس في هذا الموضع ومع ذلك يقول في هذا الحديث إسناده صحيح إسناده صحيح مالك هو ابن أنس ونافع وابن عمر يعني نحن لا نحتاج لهذا التعريف وقل ما من أهل الحديث من يحتاج لهذا التعريف فإن قيل نعرفهم للعوام فهل في كل حديث كلما مر الحديث نعرفه للعوام فإن قيل نقصد بذلك العوام وحدهم فهل العوام يفهمون الفرق بين حديث إسناده الصحيح وبين حديث صحيح وهل تقصد إسناده الصحيح أنه حديث لسه بصحيح أو تشك بصحته ثم بعد ذلك تقول وعند مالك المطأ من طريقه أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن نافع جميل لكن مقصود من كلام أنه إن كان هناك من ينتقد فليس الشيخ ناصر رحمة الله عليه لأن الشيخ ناصر رحمة الله عليه يعني مذهبه يعني يجرد كل ذلك ولا يأبه بكلام الناس لكن هناك تفصيل أكثر لماذا لم نسمع له انتقاداً؟ لماذا لما كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعرف منه الإمامة في الحديث وهؤلاء الذين يحققون إنما هم على فتاة الشيخ الألباني يأخذون من مما حقق ويذكرون وربما غيروا وبدلوا لكن في النهاية يستفدون منه وكذا ولهم مثل هذه الأمور لا تكادوا تجدوا أحداً ينتقدوا هذا الأسلوب فالإنسان يجد في نفسه حقيقة حسرة على ما مضى من يعني من الآهات التي كان يجدها الشيخ ولكن مع ذلك استمر في العمل والاجتهاد لهذا الدين حتى يعني وصل إلينا من العلم ومن بيان الصحيح من الضعيف وصف السنة النبوية في مساء الاعتقاد ومساء العبادات ومساء الأخلاق ومساء غيرها ولم يأبه بكثير من الناس ولم يأبه بشانئه وربما يعني مما يصدق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم لا من خالفه فأظهر المخالفة ولا من خذله فلم يظهر نصرته مع أنه عالم بأنه كان على صابر في ذلك حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وهو ومن تبعه والعلماء ورثة الأنبياء وهذه تلك لن تنتهي إن شاء الله حتى تقوم الساعة أهلها ظاهرون بها وطالما أنهم عليها فهم بهم ينتصر الدين ويظهر وبخذلانهم يضعف أمر المسلمين لكن الله ينصرهم ولا بد من الظهور بإذن الله عز وجل طيب وأما هذا الحديث الثاني أيضا والصحيح كالحديث السابق أيضا في أنه صحيح أن أبا سعيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الوصال إذن حديثان الحديث الأول نهى عن الوصال والثاني كذلك قال في الأول إني لست كهيئتكم لما قالوا إنك تواصل لأنهم علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأصل أن نعمل بعمله حتى لو لم يأمرنا بذلك فقال معللا نهيه مع فعله إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقام والثاني إني لست كهيئتكم إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني وهذا الطعام والشراب بدليل الخطاب ليس المقصود منه ما يفطئ به وينقطع به الصيام لماذا؟ لأنه معه أنه مواصل ولو كان المقصود أنه يفطر ويأكل ويشرب لقال أني لا أواصل ولكن على الصورة التي هو عليها لا يأكل ولا يشرب الطعام الذي يفطر به وإنما له ما يطعمه ويسقيه وهذا أمر في غيب لا نعلمه يعني ليس هو الأمر حسي طعام والشراب الذي يفطر به وإنما كان يواصل فلا يفطر وحاول الصحابة أن يفطروا معه أن يواصلوا معه ولكنه استمر وحتى أن الصحابة رضي الله عنهم تمنوا انتهاء رمضان حتى لا يعني يستمر بالأمر من ما يشق عليهم الشهاد من كلام فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب لكان هو غير مواصل وهم مواصلين واضح فإذن بدليل الخطاب دليل قاطع هذا على أنه إنما المقصود بالطعام والشراب وشيع معنوي غير الأمر الحسي الذي يحصل به الفطر وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى لي وأصحابي أجمعين وجزاكم الله خير ومبارك فيكم سبحانك الله وحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفوك وأتغفوك هذا إيش نقرأ هذا كان فيه إن كان يصبق أحسن الله إليكم وغفر الله لكم وعفى عنكم ونفعنا بما قلتم هذا السائل ويقول السلام عليكم أنا أسكن في منطر في منطقة أرى غياب الشمس أو غياب قرص الشمس بوضوح وذلك قبل الأذان بخمس عشرة دقيقة وأنا أخرت الفطرة خمس دقائق بعد غياب الشمس هل في هذا مخالفة للسنة؟ طبعا هذا يحتاج إلى بعض الأسئلة يعني هذا الكلام ليك فيسأل يعني الموضع الذي يرى منه الشمس هل هو يعني يعني فيه بينه وبين الشمس ما يحجبه من جبال عالية يعني مثل واحد يكون في السلط مثلا في منطقة المنخفضة والجبال العالية جدا هو جبال موجودة وعند العصر وبعد العصر الشمس تصبح وراء الجبال ماذا يفعل؟ ولكن إذا كان هو فوق الجبال العالية ويرى لنفرد مثلا كان في منطقة منطقة نعور وبيوت أهل نعور طبعا البيوتهم ارتفعت تشهد مناطق الغور تقريبا جميل وراء الشمس تغرب في يعني في الأفق من غير أن يكون بينه وبينه وشيء وراء الشمس تغرب قبل ربع ساعة نصف ساعة خمس ساعات مهمنا راء الشمس تغرب يفطر بمجرد رؤية غروب الشمس وهنا أريد أن ننبه إلى قضية المناطق الغربية هذه غالبا يتأخر فيها غروب الشمس عن المناطق الشرقية مع أن الأذان واحد يعني يؤذن في منطقة نعور وما حولها وفي مناطق الظليل وكان المناطق هذه الشرقية بأذان واحد وربما يعني إذا كان للزرقاء أذان مختلف يمكن يختلف دقيقة مع أن الفرق أكبر من ذلك ويعني مما ذكر لي أن شيخنا رحمة الله عليه لما ذهب إلى تلك البلاد وكانت تلك البلاد ما زالت بعيدة عن السنة لكن الآن الحمد لله السنة منتشر فيها والبدعة منقمعة فيها ولا مجال ولا مكان للحزبيين الشاهد أنه ذهب إلى هناك وما زال التصوف موجودا والمذهبية المقيتة مع جهل فقبل أن يذهب الشيخ إلى هناك كان ذهب في إفطار في رمضان قبل أن يذهب الشيخ إلى هناك سبقته سمعة سيئة ما هي؟ أنهم يفطرون قبل نصف ساعة من الأذان عفوا أنهم يفطرون قبل نصف ساعة من غروب الشمس ذهب الشيخ رحمة الله عليه وقالوا له الآن وقت الأذان وكذا فأرى فطلب أن يكون الإفطار في مكان يرى فيه الشمس هناك طبعا البيوت مهيئة يعني الأسطح مهيئة فجلسوا في مكان يرون فيه الشمس الآن العجيب مالذي حصل الذي حصل أنه غربت الشمس وقبل أن ينتهي قبل أن يذهب حاجبها العلوي أذن المؤذن فقال له شيخ أما أنتم فتفطرون مع الأذان وأما أنا فلا أفطر حتى تغيب الشمس وهذا أنا أتصور أنه من النصر هذا من النصر لمنهج الحق وأثر فيهم كثيرا هذا الأمر والشاهد من الكلام أن هذا المؤذن هو بشر مخلوق وهذه التوقيتات عمل بشر لا يمكن أن تكون بالضبط مئة بالمئة في كل مكان وحتى لو غربت في ذلك اليوم مع الأذان فهي قد غربت عن غير تلك المنطقة قبل الأذان وضح وبالتالي فالعمل على موافقة السنة لكن لابد من التنبيه هنا إلى أنه إذا كان في المساعدة وفي البنيان فلا يمكنه الجزم بشيء وبالتالي لابد من أن يعلم يقينا بأن الشمس قد غربت عن الموضع الذي هو فيه أمر ثاني وهو أنه لا ينبغي أن يكون فعله فتنة يعني في سحاب كنت أفطر وأنا وكل أهل مسجدي على غرب الشمس ثم لما يأتي وقت الأذان نؤذن في مسجد من المساجد وما أحد ينتقد وكان يأتي واحد حزبي فيقول يا أخي أنتم تفطرون وكان يقول له خليك نحن كلنا نفطر وأنت خليك انظر إلينا نحن نوافق السنوان أنت ما ندري ماذا معه على أي شيء يعني تمتنع من الطعام واذهبوا كل الناس يفطرون قبل نصف ساعة لأننا أعرف هذا الكلام مع أنه كنا نفطر ربما قبل أربع دقائق أو خمس دقائق يعني لذلك لكن الشمس الأفق واضح ونعرف أن الشمس تكون قد غربت فكنا جميعا جميع أهل المسجد نفطر فإذا كان جميع أهل المسجد يتطبقون السنوان ما في مشكلة أما إذا كان يترتبوا على ذلك فتنة ويعني يصدوا بذلك عن سبيل الله وعن السنة وعن العلم الشرعي وعن موافقة السنة فحينئذن لا لابد من أن تبتعد عن مواضع الفتن وأن أن تفطر مع الأذان غير هذا في شيء وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه جمعين جاء سبحانك وبرك